السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? انا احمد جويش ودي كنات بروم اهلا بكم في فيديو جديد والنهاردة معاني مراجعة الحلقة اتنين وعشرين من انامي اتاكن تايتن الموسم الرابع. بقى اكو شيل الفيديو واشتراك في القناة الاول مرة تشوفني. فالله بينا نبدأ. قبل ما ندخل في حداثة الحلقة يعني هنرجع كده الاول للموسم الاولاني عن مبدأ كانوا دايما هم بيتكلموا عن هو ان انت عشان تقدر تكسب في حرب زي دي عايزة انسان يقدر بيتخلى عن انسانيته في الوقت اللازم والكلام ده كان متمثل في شخصية ان هو كان في وقت الحرب وعشان يقدر يكسب وبيعمل خطط اللي عايزها كان في بعض الاحيان بيتخلى عن انسانيته كان بيوصل ده ان هو بيضحي باعداد من الجنود علشان يقدر ينفس خطة معينة هو بيعمل وده شفناه على مر وجوده لما كان عايش وهو حتى يعني في النهايته كان هو واحد من اللي بيضحه بنفسه في مقابل الخطة يعني هو تخلى عن انسانيته حتى في نفسه هو فهل الكلام ده دلوقتي منطبق على ايرن واللي بيعمله وانه هو عايز يعمل دك للارض ودك للجميع الناس لان هم اتنظروا اعداء والناس اللي بتكره شعب قلدي وعايزين ان هم ينهو هو دلوقتي عايز يدكون كلهم ويخلص عليهم فهل الموضوع ده منطبق عليه دلوقتي ولا مع تغيروا القصة وتغيروا النطايات والاسراج اللي احنا اكتشفناها الموضوع بقى مختلف. احنا لو جينا نبص للقصة من الموسم الاول هنلاقي ان الناس كان عايشين جوع الاسوار وما بيعانوش اي حاجة وعايشين متخيلين ان هم البشرية الوحيدة وبقى الرصور كله عمالك. ومرلي هي اللي جاء التنفس هجوم عليهم بغرض ان هم ياخدوا منهم المؤسس ويسلبوهم نقطة القوة اللي المفروض دي كانت النقطة القوة الوحيدة بتاعتهم في الوقت اللي كان. لكن لو جينا بقى نبص للقص عموما من الاول هنلاقي ان شعب ايه دي اصلا عبارة عن اغزاء. ناس غرضهم اللي هو تدمير الارض واستعمارها واستعباد اهلها. واللي بيعملوا ايرن دلوقتي ما هو الا اعادة لتاريخ اهله والتاريخ اجداد اجداده واللي كانوا بيعملوه وهو استعمار ونهب الارض ولكن هو اول مرة دي مش هيستعمر ومنها فهو المرة دي هيدك الارض تماما ويدمر كل حاجة. وده بيدخلنا في دايرة يعني احنا مش عارفين بقى اولها من اخيرا ان دلوقتي انش عارف تتعاطف مع مين لان كل واحد عنده المبررات وعنده القناعات اللي تخليه يعني ايه بيعمل اللي هو بيعمله ده هو متطمن مية في المية ان هو كده صح. وبالرجوع لاحداث الحلقة هنلاقي ان ايرن خدر عماليكة اللي جوع الاسفار وراح يدك الارض وساب زميله كلهم وراه هو في هدف واحد في المهور رايح ان هو يعمله. نشوف بعد كده ان هم يعني مختلفين حتى حوالينا. هو صح والله غلط. في ناس اللي بتقول طب ما هو يعني ده صح ما هو من دولة اعداءنا والمفروض ان هم يعني نقضي عليهم علشان نرتاح وخلص وانا بقى احنا البشر الوحيدين. ولكن فيه الجزء التاني اللي هو قال يعني اكيد فيه طريقة احسن من كده طريقة للتعامل افضل من كده احسن من ان انت تذكر ارض كلها. وحتى دي مش نقطة الخلاف الوحيدة بالنسبة لهم. لا ده فيه خلاف تاني على فالكو. فالكو اللي هو عارف ان هو يعني العملاق الفك فلو فيه اي حد من العمالقة. كله هياخد القوة دي ويرجع للزكاء بتاعه وميبقاش عملاق من العمالقة العديد. فده طبعا عمل خلاف ما بينه لان كل واحد عايز يأكله لحد معين يعني. شوف نجان عايز يأكله اي حد من القادة اللي موجودين بحيس ان هو يرجع تاني. ولكن كوني شوف ان هو اخده وهرب عشان يروح يخلي امه تاكله وترجع امه مرة تانية. طبعا هنشوف لسه في الحلقات اللي جاية اللي هحصل للنجابي اكيد مش هتعندي الموقف بسهولة. بعدين بتشوف ان هما محاصرين بالعمالقة والعمالقة بتهجمهم. هنا في حاجة غريبة ان دلوقتي ايرن هو المتحكم ومعها المؤسس. فازاي هو ما بتحكمش في العمالقة دي. هل هو مسلا مش في دماغه ومركز على ان هو يروح يدوك الارض. ام ان زيك مسلا عمالقة دولت من تحويله فهو المتحكم. واصلا زيك فين? يعني زيك كان جنبيه ساعة التحول فممكن يكون مات. ممكن يبقى مش موض او ممكن مصاب. فهنا برضو الحتة دي سبقت لنا شوية مجال يعني مجالات كده للتفكير هل هي بقى زيك عشان هو اللي صنعهم فهو المتحكم فيهم الاول والاخير بعيدا عن ايرن المؤسس. ولا يعني دي كانت حاجة عابرة اصلا ومهاشية لازم هو ايرن ما كانش ينفكر فيهم وان هو دول عمالقة اغباء وهم هيقتلوهم وخلاص وانتهي. ده نتج عنه ان احنا شفنا مشاهد قتال عمالقة مشاهد جميلة جدا 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 عن مشاهد دي يعني يمكن احنا مشوفنا نهاش بقى لنا فترة احنا بقى لنا كم حلقة عمالين بناخد في اسرار وفلاش بكات وحاجات ايامة معلومات كتير كنا محتاجين شوية اكشن يجي كده يخفف وبيلطف الدنيا شوية. ومشاهد الاكشن كانت موجودة هنا وقتال عمالقة كانت يعني صورة بصرية ممتازة سواء صورة بصرية او اللي شغال فيها كان عالي جدا مشاهد حماسية اوي اوي بس في بقى يعني حاجة كده تفصيلة ظاهرة على هذا الكلام. دلوقتي احنا عندنا واحد دي يا ارمن معنا عملاق. فين العملاق بتاعك? انت بتستعملوش ليه? يعني دلوقتي انت دلوقتي لو استعملته هيبقى فيه انفجار وممكن تدموت الناس وكده بس يعني ممكن اكيد لها اي حل تاني انت تستعمل العملاق بتاعك اللي هيساعد ان انت تطيح بالعملقة التانية باسرع وانجز من غير مسلا ما يقع مصابين او اي حاجة. فين العملاق بتاع ارمن اللي احنا مش رفنهوش غير مرة واحدة بس وهو يعالم هيستعملو تاني ولا هو يعني كانت المرة دي وخلط. نروح بعد كده على الواحدة من اهم الشخصيات اللي موجودة ويعني رغم انها مش موجودة معنا من زمان موجودة من بداية الموسم الرابع ولكن لها تأثير وتأثير قوي جدا وهي شخصية جابي. جابي بالنسبة لي بقت هي النسخة النسائية او نسخة مارلي من يعني شوف كده وهو في نفس السن اللي كان موجود ده من بداية اصلا من مسلسل هتلاقيه هو هو نفس الشخص الجامح اللي كل غرضه تدمير العديو بس هتلاقي ان هو يعني هو هو جابي نفس الحاجة ربما من الظروف مختلفة ولكن يعني انا حاسسها كده ان جابي هي الشخصية النسائية من شوفنا بعد كده ان ارين الغى تصلب اي حاجة كانت متصلبة وهو الغاها ومن ضمن الحاجات دي هي اني اني اللي كانت متصلبة من الموسم الاول تقريبا من الموسم التاني خلاص راجعت لهيقتها مرة تانية طبعا دي يعني اني دي شخصية من الشخصات القوية من الشخصيات العمالقة اللي ان شوفت ان ارين كان عاجز قدامه رغب ما تفوق عليها في الاخر ولكن يعني كانت فارماس صراحة بس هو قدر يغلبها في الاخر ويقل لي ربما ان هي يكون لها دور قوي جدا في الحلقات اللي جاية بس هو في يعني انا بعيد بس عليهم في حاجة واحدة بس دلوقتي انتا جبت في الانترو ان هي هتبقى موجودة فيها ايه لو كنت انت شلت اللي اقتر اللي هي موجودة في الانترو فيها ويسيبتني انا ااخد المفاجئة واخد الصدمة كدا مرة واحدة يعني كنت تديني شوت ان انا ايه اخد الصدمة كده اتفاجئ لكن هم كانوا حطينا في الانترو طبعا في احنا كنا عارفين ان هي هتبقى موجود. عملية اللك طبعا يعني لسه في الطريق هو زمان الجيش بس اللي كانوا واقفين بيحاربوه كده. ولكن هو هدفه ابعد من كده بكتير وهو رايح يدوك الاراضي التانية كلها. حلقة حلوة جدا برغم ان هي مسلا ما فيهاش احداث زي المعتادة او ما فيهاش اسرار وذكريات بتنكشف زي الحلقات اللي فاتت. ولكن هي لها دور مهمة جدا ان هي بتربط الذكريات باللي جاي اللي هو اللك. فكنا محتاجين حالة ايه درامية بسيطة كده اللي هو احداث خفيفة اللي هو يعني ايه ان احنا نفك بيها شوية كده بينما كله اسرار وكله عملين بناخد صدمات ونكتشف حاجات رايبة وبين اللك كنا محتاجين دي في النص لنها تيجي تهدي الدنيا شوية وتخلينا نستعد لللي جاي بشكل افضل. بس كده عزيزة المشاهدين ان كنا وصلنا لانهاية الفيديو النهاردة يا ريت لو عجبكم تنسونيش بلايك لانو ده بساعد فعلا الفيديو ويوصل الى اكبر عدم ممكن من الناس. واشتركوا في القناة بقى وعجبكم المحتوى اللي انا بقدمو. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.